جامسة الخيروية أهلا وسهلا بالكل أهلوية اللي بيتابعوا معنا حلقة النهاردة من السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة موضوعات كتير هنتكلم فيها النهاردة يأتي في المرتبة الأولى الحقيقة منتخبات مصر اللي هتخوض مواجهتين فرضت عنه هنا الظروف ان هم يكونوا في منتعة الأهمية وصعوب المنتخب المصري الأولمبي بداية وهي المواجهة في تقدير الأصعب اللي هيلعب بكرة إن شاء الله أمام زنبيا مباراة الذهاب قبل مباراة العودة اللي هتقام يوم 26 المواجهة دي فاصلة في تحديد المتأهل البطولة الأفريقية اللي يهمنا جدا مش بس المشاركة فيها لكن يهمنا كمان إن احنا على أقل تقدير نكون واحد من الثلاثة الأوائل عشان نضمن التأهل لأولمبياد باريس 20-24 وبالتالي مباراة في منتعة الأهمية كل التوفيق نتابعة منتخب مصر الأولمبي الحقيقة في أكتر مناسبة وتدع تقول في كتير من العناصر المبشرة نتمنى ونراهن على ميستر ميكالي روجيرو ميكالي المدير الفني اللي أحقق قبل كده طبعا ميدالية أولمبيا ذهابية لكن مع منتخب البرازيل ونتمنى معا أن يوصل لبعيد دي المواجهة الأولى اللي هتكون بكرا إن شاء الله المواجهة الثانية يوم الجمعة واللي النهاردة اكتمل بشكل أساسي طبعا قوام الرئيسي المنتخب مصر بينضمام المحترفين اللي جايين من بره خيرهم طبعا بعد حجازي وطرق حامد وكوكا صلاح وفي انتظار انضمام إمام عشور اللي عنده النهاردة فرحه نبريكله نقوله ألف مبروك ومن مقرر أنه هو ينضم بكرا طبعا لمنتخب مصر عنده مطشين مهمين جدا شاءت الظروف والأقدار أنه يبقى فيه في يوم الأيام تصفيات أفريقية يتزايل فيها منتخب مصر مجموعته في مجموعة بتضم غينيا وإثيوبيا وملاوي ومن هنا بتيجي أهمية المواجهة انت هتلعب مع ملاوي يوم 24 يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يكون تاني أيام رمضان غالبا يعني كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم على الجميع يا رب وهتلعب معاهم تاني يوم 28 في ملاوي وبالتالي مصر فيه صحيح الأربع فرق كل فرق عندها ثلاث نقاط لكن رقميان أنت في آخر المجموعة بسبب فرق الأهداف فهي مباراة مهمة جدا ومواجهتين مهمين جدا لتصحيح المصار والعودة بقى للصدارة بإذن الله إن شاء الله في تصفيات أمم أفريقي